السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا فيديو جامد جدا فيديو حكاية فيديو جميل محتاجين كده ندف البيت ونتفق كده القطعة كده من الحاجة الجميلة دي كلنا بنحاب السنبون كلنا بنعشقه شوفوا بتشترون بره كم القطعة ونوفر وندفق بيتنا ونفرح ولادنا يلا بنا نشوف المدير بالطريقة معي ايه؟ معي اربع كبيات ونص من الضيق اربع كبيات ونص من دي المنخول نخلتهم حطت عليهم كيس فانيليا عشان يخلي كده العجينة ريحتها حلوة تمام انا بوريكم السنبون ده اختي اللي عملته وحنا عندهم موما فانا صورتها بتعمله حبيت انزل معكم الطريقة لانها كانت فعلا فعلا كالطريقة ناكحة جدا والوصفة جميلة جدا مش انا اللي عملته دي اختي اللي عملته وانا صورت وحطت عليهم معلتين تلاتة كده من اللبن البودرة اللي هو الكيس الصغير اللي انتو شوفته ده حطيت كمان كيس بيكنج بودر او كيك شيف ورشة ملح يبقى 4 كبات ونص دقيق منخول رشة ملح كيس فانيليا كيس بيكنج بودر معلتين تلاتة لبن بودرة وحطيت نص كباية من السكر البودرة وكباية وربع من اللبن الدافي بالضبط كده ودول ربع كباية من الزبدة ربع كباية من الزبدة المزابة تمام كده تمام دقيق ومعهم بيتين ونعجن بقى لحد ما نلم العجين هبقى نقول تاني المقدير 4 كبات ونص دقيق كيس كيك شيف كيس فانيليا رشة ملح كيس خميرة فورية نص كباية سكر بودرة بس ازين معلقة صغيرة او معلقة كبيرة من الخل بتديها شاشة حلوة جدا للعجين وطراوة حلوة زي الفل عجيني بقى لحد ما تلم العجينة لو لديها سايلة شوية معايك يزودلها دقيق لحتى ما توصل للقوام اللي هو فيه سن التلزيق خفيفة جدا جدا انت تمسك العجين فيها تلزيق بس لما تسيبها من الديك بتفك على طول العجينة هنا كانت سايلة شوية حطينا دقيق لحد ما قوامها تماسك شوية وبقى ازينة التلزيق فيها خفيفة شوية الديك هنا ما متصش السوايل كويس فحطينا نص كوباية كمان من الديك عجيني بقى كويس عجيني كويس جدا جدا كل ما تخدم العجينة كويس عجينة كويس ستطلع معايك يطرية جدا وحشة وتكون العجينة ان شاء الله نكحة جيب 4 كوباية ونص من الديك كيس لبن بودرة من اللي هو الصغير ده اللي هو معلقتين ثلاثة كيس ككشاف معلقة رشة صغيرة من الملح كيس خامرة فورية كيس فانيليا نص كوباية سكر بودر بعدين حطيت بطين كوباية وربع لبن دافي وربع كوباية زبدة اعجيني لحد ما تلمي معاك لحد ما توصل للقوام اللي انت شايفها ده ما شاء الله بصوا عامل زر أستك معاك ازاي جميلة بتموت كويس معاك واللزوجة بتاعتها او التلزيئة بتاعتها مش اللي هي كتيرة اللي هي بتخرجها من ايديك بسهولة بصوا ما شاء الله اه بعتذر اهي بوريكن هي فيها سنة من التلزيئ بس لما بتطلع ايديك منها بتفك بسرعة جدا وبتسيب ايديك يعني بوريكن دي العجينة انك ها سبق بقت اخمر اغطيها سبق بقت اخمر وتعنيع من بعد الصوص الجبنة صوص الجبنة معايا ايه المقدار بتاعه معايا من اربع لخمس قطع جبنة مسلسات او كيري معايا معلقتين من الزبدة وربع كباية من اللبن واربع معالق كبار من السكر البودر اضربي بقى كويس جدا سواء بالهند بلندر او بالمضرب اليدوي او في الخلاط واسهلك حطي في الخلاط هنضربهم كويس جدا جدا لحد ما يوصلوا بقى للقوام الايه اللي هو الصوصي الكريمي اوي ده اللي هتشوفو معنا دلوقتي هنا بوريكم بنحط كل المقدار على بعضه وابدربي بقى بالمضرب او بالهند بلندر زي ما تحبي بقى لحد ما توصله للقوام اللي انت شايفه ده ولما يوعد شوية كده هتلاقي تقل شوية عن كده زي الفل اه كمان كان فيه سوس كرامي كان موجود في البيت اه عملتوا معاكم هنا على القناة بطريقة اقتصادية اه سهل جدا وبسيط مفوش اي مشكلة فردية كويهية العجانية هي اللي فردتها يعني انا مش هقول انا عملتها عشان مش انا اللي عملتها فردية بقى كويس اه على قدر المستطاع كده عملتها مستطيل سمكه صانتي ما تبقاش اكتر من كده اشعال عجينة الرولات بتاعتها ما تبقاش شيخينة كده فوق بعضها ما تبقاش حلوة تبقى سمكها صانتي كده يدوب صانتي حلو او قل كمان شوية ودهانتها كده بمعلقتين كده من الزبدة سياحتهم كده دوبتهم شوية ورحت دهنة سطح العجين كله وجابت بقى معلقتين من القرفة عليهم ثلاث معالق من السكر ومعلقة من الكاكاو الخام قلبتهم كلهم مع بعض ورشتهم على العجينة على سطح العجينة زي ما انتو شايفين سهل و بسيط بعدين بقى عملتها رول رلتها وهنقطع مع بعض لو وصلت بقى لحدنا في فيديو عملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو مش مشتركة في سهل و بسيط مع سالي سعيد وبالمناسبة في صفحة لي برضو باسم سهل و بسيط مع سالي سعيد على الفيسبوك اتمنى تعملوا عليها متابعة انا هنا كده كنت بروله اهو مش الله العجينة كانت يعني ملبن كانت جمدة حلوة جدا جدا معلقة الخل بتفرق جدا اعجيني كويس كل ما هتعجيني كويس كل ما هتاخدي نتيجة روعة للسينبون او اي معجنات تعمليها كده كنا بنقفلها كويس واحسن بقى تعطيع للسينبون مش بالسكينة بالدبورة او الخيط التقل شوية بصوا ما شاء الله طحفة صينية بقى مدهونة بالزبدة ورصنا فيها كل القطع بتاعت السينبون وسبنا مسافات كده صغيرة بينهم عشان لسه هتخمرتين للمرة التانية يبقى العجينة خمرت مرة بعد العجن بعد ما شكناها خمرت مرة تاني تخش على فرن بقى وشوية فرن سابق التسخير يكون درجة حاراته سخنة كده كويسة وفرن بقى مع شوية وتستوي كويس تاخد اللون اللون الجولدن اللي هو الحلو ده وطلعيها بقى احطي عليها صصات وقدميها سخنة بقى بالهنة والشفاء ليكي ولاولادك وفرحي ولادك بقى ودفيهم جو ساعة جدا اعملي بقى السينابون دفي بيتك خلي بيتك رحته كده عمرانا بالخير ورحت الارفة روعة اتمنى بقى تستمروا في دعمكم للقناتي لو او ما راتش في قناتي سبسكرايب للقناة ولايك وشير لي الفيديو بحبكم جدا جدا تمتم بساعة وعافية واستنى تعليقاتكم الجميلة على الفيديو واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ولو تحب بقى تصح تعملي صصات غير الكرمل ملوي السوس الجبنة عادي ممكن تعملي الشوكولاتة صحية لدرك او الشوكولاتة البيضة وشكلي بقى الاولادك وقدمهم احلى السينابون بحبكم جدا جدا في الله استدعوكم والله لازلها تضيوا ديو واشوفكم في جديد باي باي اشتركوا في القناة